أما قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا هذا من المقاصد جعل الناس شعوب وقبائل للتعارف ليس للتعارف على بعض ليس للتعالي على بعض ليس لتعالي المصر على السودان ولا السعود على المصر ولا الكويت على السعود ولا ليس لهذا كله إنما للتعارف ولذا بعدها قالت علي إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس عربيكم هو الأكرم ولا عزميكم هو الأكرم الأكرم الأتقى سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس يا رسول الله قال أكرمهم عند الله أتقاهم أما التفاخر بالأحساب والأنساب ونحو ذلك فالنبي قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون هن الفخر بالأحساب الحديث ولا أخف عليكم أن أبا لحب قرشي هاشمي ومع ذلك تبت يده وتبت يد زوجته